على كل حيال خلونا نبدأ ونتكلم على النهاردة ومباراة الأهلي أمام الداخلية وليه بنقول هي تاني مباراة مهمة؟ عشان احنا بنتكلم ان الموسم ده حنتعامل معاه وحنا اتفاقنا الكلام ده من الأول على ان كل لقاء انه هو ماتش كاس يعني عندنا يعني ده معناه ايه او ده زي ما بتقال كده بديل ايه بديل لما فيش بديل عندك عن الفوز وده مش يعني حاجة كده انت بتطلع بيها لا ده لعدة عوامل خلينا نبدأ واحدة واحدة اولا عشان ده الأهلي ده الأهلي اللي احنا متعودين عليه تاني حاجة لازم يكون فيه استغلال لحالة التقلق اللي انا كنت بتكلم عنها بدنيا وفنيا ان اللعيبة فيها لحد هذه اللحظة مع كولر بصراحة حاجة محترمة جدا عايزين نبني عليها كمان لموصلة الانتصارات طيب ايه تالت؟ تالت عشان نقدر ان احنا نرجع درع الدوري للجزيرة مرة تانية مكانه بقى يا جماعة هو ده مكانه الاصلي خلينا نقولها بجانب طبع المنافسة على كل ألقاب الموسم محليا وقريا واحنا اكيد برضو قدها من ناحية بقى بتاعتنا اللي احنا هنتكلم عن نفسنا احنا اكيد قدها اللعيبة قد المسئولية واكيد برضو النهاردة بإذن الله هنشوف ماتش كويس جدا بدوافع كمان مختلفة يعني بمعنى ايه دوافع مختلفة؟ الاهلي عايز يحافظ على مواصلة الفوز وفريق الداخلية اكيد عايز يحقق أول فوز لي لانه اتعادل زي ما حضراتكم عارفين في أول مباراتين بالدوري طيب ده ممكن يصعب المواجهة اه طبعا ممكن يصعب المواجهة جدا على الطرفين لكن كل اللي احنا بنتمنىه هنرجع نقول تاني حصد الثلاث نقاطه وفي نفس الوقت نشوف ماتش حال طيب الاهلي برضو هيكون عنده بعض الصعوبات لو احنا هنتكلم بقى عن نفسنا شوية لان انت زي ما هتشوف هتشوف كولر يعني هيتعامل ازاي مع الصعوبات دي وطبعا انت عندك غيابات وغيابات مش عناصر عادية لا انت عندك عناصر اساسية ومهمة زي ما انا كنت بقول بسبب الاصابة زي ديونج محمد عبد المنعم السلية للأسف الشديد وكولر كمان وحسين الشحات ومعلول عندهم نازلة برد شديدة عشان كده كنت بقول لحضراتكم احنا لسه مش عارفين ايه اللي هيحصل هل هيشارك كولر النهاردة من عدمه هنعرف كل ده هنعرفه خليل الساعات القريبة بإذن الله على الجانب الاخر اتوقع برضو ان كابتن ريدا شحاتة مدربة داخلية هيلعب بفكر دفاعي هيعتمد على الهجمة المرتدة ده متوقع جدا النهاردة لكن عامة اكيد هيكون لنا كلام برضو كتير عن التشكيل المتوقع طريقة اللعب خلال الفترة كمان اللي جاية